اهلا بكم من جديد في حصة مغاربية جراء موجة الحر التي تشتاح منطقة شمال افريقيا شهدت اربع عشرة ولاية جزائرية حرائق غابات عنيفة اصفرت عن مسرع ثمانية وثلاثين شخصا وفق احصائية رسمية حتى مساء الخميس وبحسب وزير الداخلية فقد تسببت الحرائق ايضا في اتلاف نحو الف وثمانمائة هكتار من الاحراش وثمانمائة هكتار من الثروة الغابية خاصة في ولايات الطارف وصطيف وسكيكدا وتيبازا ادارة الدفاع المدني كشفت عن تسجيل مائة وثمانية عشر حريقا مشيرة الى تخصيص الف وسبعمائة رجل اطفاء ومائتين وثمانين آلية لاخمادها الوزير الاول ايمان بن عبد الرحمن اكد خلال زيارته ولاية الطارف على تكفل الدولة بتعويض المتضررين جراء الخسائر الناجمة عن الحرائق فيما اعلنت وزارة العدل فتح تحقيقات قضائية حول حرائق الغابات للتأكد من مصدرها ان كان اجراميا وتحديد الفاعلين لمتابعتهم قضائيا بالصرامة التي تقتضيها خطورة هذه الافعال اتسعت رقعة الحرائق وارتفى عدد الموتى ولزالت السنة اللهب تحاصر مدنا وقورا باكملها شرق الجزائر اكثر من مائة حريق مسى اربع عشرة ولاية شرق ووسط البلاد منذ بداية اغسطس الجاري اعنف الحرائق ضربت ولايات الطارف والسجراس والصطيف مخلفة وراءها عشرات الموتى والمفقودين ومئات المصابين الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمن وقف على حجم الاضرار في عين المكان ونقل تعازي الرئيس مطمئنا عائلات الضحايا بان الدولة لن تتخلى عنهم باسم السيد الرئيس الدرج المهورية التعازي الخالصة للدولة والحكومة بالنسبة للعائلات سوف نكون بجانب كل العائلات التي عرفت خسائر بشرية ونؤكد لهم على وقوف الدولة بجانبهم بكل امكانيتها ان شاء الله فهذا حادث طبيعي في كل ملاطق العالم شاهدنا حرائق شاهدنا فيضانات رغم تحذيرات الخبراء تعيش الجزائر صورة مشابهة لما عاشته العام الماضي في ارتفاع درجات الحرارة لما يفوق 45 درجة وتغير المناخ وسرعة الرياح وصعوبة التضاريس عوامل ساعدت في انتشار الحرائق التي تزحف لتأكل الأخضر واليابسة وتلحق الأضرار بالأرواح والممتلكات والثروة الغابية والحيوانية رغم كل التوصيات رغم كل القوانين رغم كل المحاضرات والتوصيات على المادة القصيرة التي قدمناها بالنسبة للتقليص كل هذه المخاطر الحرائق كل سنة البلاد هذه عندها ربع ملايين هيكتار نتعلى الغيب ما عندناش القدورة باش نتحكموا فيها كينا وزارة داخلية وزارة الفلاحة والمديرية العامة للغابات وشي ما يشباه إذن كل هذا النتيجة تاعه هي صفر وجندت الدولة كافة الوسائل المادية والبشرية لمصالح الحماية المدنية ومحافظة الغابات في المناطق المتضررة والمجاورة لها إلى جانب آليات ومعدات ثقيلة ومروحيات تابعة للجيش مع هبة شعبية أبرزت حجم التضامن بين المواطنين لإخماد نار الحرائق كريم قندولي قناة الغد الجزائر ينضم إلينا ضيفان من الجزائر الدكتور فارس مصدور الأكاديمي والمحلل الاقتصادي والسيد أحمد ميزاب المحلل الأمني والاستراتيجي أبدأ معك أولا سيد ميزاب من الذي أشعل ألسنة كل هذا اللهب في شرق الجزائر؟ طحية طيبة إليكم وإلى ضيفكم الكريم الحقيقة ربما لما نتكلم على الخلفيات والأبعاد أقول على الأقل بأن مثل هذه الفترة هي فترة معروفة بأن نشهد فيها العديد من الحرائق نظرا لمجموع من الاعتبارات سواء كان متعلقة بالتغييرات المناخية ارتفاع القياسي لدرجات الحرارة كذلك العنصر البشري مرتبط بالكثير من الروابط سواء كان التخييم في الغابات وسوء الاستخدام أو حتى كذلك الفعل الإجرامي باعتبار أن هناك تصريح اليوم لسيد وزير العد الحافظ الأختام حيث تحدث على فتح تحقيقات للوقوف أمام الملابسات وكذلك الخلفيات وكذلك بيان لقيادة الدرك الوطني وحتى كذلك للنائب العام لولاية سوغراس حيث كان هناك حديث على التوقيف ثلاث أشخاص يشتبه بأنهم ارتكبوا أفعال متعلقة بإشعال النيران فبالتالي حينما نتحدث على الخلفيات لها الكثير من الارتباطات فيها الجانب المرتبط بالجانب الطبيعي المتعلق بالتغيير المناخي والارتفاع في درجة الحرارة وكذلك العنصر الثاني وهو العنصر البشري سواء كان بقصد أو بغير قصد وهذا ما سوف تظهره التحقيقات بكل تأكيد لكن على الأقل أن قراءة المشهد من خلال طبيعة الحرائق عددها والمناطق التي شهدت هذه الحرائق تدفعنا إلى ضرورة إعادة النظر وكذلك التفكير أكثر من مرة في هذا السياح طيب سنأتي لهذه النقطة ولكن دكتور فارس أي خسائر تكبدها الاقتصاد الجزائري جراء هذه الحرائق أولا هو فقد هذا الكم الهائل من المساحات الغابية التي تشكل الرئى التي تتنفس بها طبيعة الجزائر وأنتم تعلمون بأن هذا له أثر خطير جدا على المحيط البيئي سواء النباتي أم الحيواني وضاف إلى ذلك الخسائر البشرية التي تعتبر أعظم خسارة حدثت في هذه الفاجعة التقرير يتحدث عن سبعمائة من البشر فقدوا حياتهم وهذا ليس بالأمر الهيين لذلك أنا أرى بأن الضربة كانت قوية جدا والإشكال أنه كان يمكن أن نتفادى اتساع رقعة هذه الحرائق لو أن التقنيات التي اقتنيت كانت بالكميات اللازمة الجزائر لم تتدخر جهدا في أن تقتني تكنولوجيات حديثة في مكافحة الحرائق قدمت طلبا لشراء طائرات متخصصة في إطفاء الحرائق والآن نستعين بالجيش الوطني الشعبي الذي يساند تلك الجهود من أجل إطفائها بناء على ما يملك من طائرات عمودية لم تصنع من أجل هذا الغرض ولكن رغم ذلك تستغل بغية تسريع وتيرة إطفاء هذه الحرائق وبالتالي فإني أؤكد بأن الخسائر هي خسائر بملايين الدولارات ولكن هذه الخسائر أمام الخسائر البشرية لا تساوي شيء عننا بالنسبة لي طيب سيد أحمد ميزاب كيف يكون التقص متهما في هذه الحرائق التي شهدتها الجزائر وهناك دول ومناطق أخرى وفيها درجات حرارة ربما تفوق تلك الدرجة الموجودة في الجزائر ولم تشهد حرائق كهذه لا خلينا نكونوا واقعيين أولاً أعتقد أنه في محيطنا ندرك جيداً بأنه مثل هذه الفترات تشهد الكثير من هذه الحرائق على الأقل أوروبا يعني تقريباً منذ أسبوعين كان فيه مجموعة من الحرائق في العديد من الدول الأوروبية كذلك الجارة تونس وندرك كذلك تدخل فرق الحماية المدنية الجزائرية في دعم الأطقم التونسية في التحكم في الحراك وبالتالي نحن نتكلم على أن الجزائر ليست استثناء وليست كذلك بمعزل عن هذه التحديات سواء كان مرتبطة بالتغير المناخ أو بغيرها لكن أن نقول بأن الجزائر قد تشكل استثناء أو ربما هي الوحيدة التي تشهد مثلها كذا لا أعتقد بأنه قد نبالغ في ذلك لكن حينما ننظر إلى المحيط نشهد بأنه خلال السابع الماضية أو خلال أيام كذلك الماضية كان هناك العديد من الدول المجاورة للجزائر أو على الأقل من الضفة الأخرى من المتوسط شهدت كذلك مثل هذه الأحداث وكذلك بدرجات متفاوتة وتبقى الطريقة في كيفية التدخل في كيفية كذلك التحكم في كيفية إدارة هذه المسألة وخاصة حينما نتحدث بلغة الأرقام علينا أن نكون دقيقين في الأرقام وفقا للإحصائات المقدمة من قبل الجهة الرسمية طيب دكتور فارس الوزير الأول خلال زيارته ولاية الطارف أكد أنه سيتم بالفعل تعويض المتضررين هل علم أو عرفة كيف سيتم هذا التعويض؟ كانت هناك التجربة الخاصة بالعام الماضي وقد عوض الكثير من المتضررين نتيجة تلك الحرائق المهولة التي شهدتها الجزائر والتزمت الدولة فعلا بتعويض المتضررين بالإضافة إلى الهبة التضامنية على مستوى الوطني والتي كانت فيها جهود معتبرة لإعادة تعمير وغرس تلك المناطق بأشجار الزيتون والخروب وغيرها من الأشجار الغابية التي فقدناها نتحدث عن آلاف الهكتارات التي أحرقت العام الماضي يضف إليها هذه الحرائق التي فعلا نرى بأنها كبيرة وكبيرة جدا تتحدث عن ولايات كبيرة ولايات معروفة بغاباتها ولذلك فتعويضها ليس بالأمر الهيني ولذا فإن الدولة تلتزم دائما بتعويض المداشر والقرى والمدن التي أحرقت بيوتها وأولئك الذين فقدوا بهائمهم الناس تمتهنوا تربية الماشية والأبقار وفعلا الدولة لم تدخر جهدا في تعويضهم وهذه من الأمور التي نشهد بها يضف إلى ذلك بأن الأمر لا يتعلق فقط بالجهود الرسمية هناك جمعيات المجتمع المدني التي أثبتت نجاعتها في الميدان وساندت هذه الجهود وما زالت تفعل ذلك لذا أنا أؤكد بأن الموضوع موضوع كبير جدا لا يجب أن نكتفي فقط بما تفعله الدولة وإنما يجب أن يكون الشعب متضامنا نعم أشكر ضيفين من الجزائر الدكتور فارس مصدور الأكاديمي والمحلل الاقتصادي والسيد أحمد ميزاب المحلل الأمني والاستراتيجي شكرا جزيلا لكما اشتركوا في القناة